الإعلام الرياضي حالياً هو إعلام هدام للأسف ولا يختم يعني ما بغير يقول عنوين كبيرة الوحدة الوطنية والله يعني بالفعل قاعدين يمسوم فيها يعني الاحتقام في الثلاث سنوات الأخيرة اللي أصاب المجتمع والكراهية والحقد اللي صار بين بعض الجماهير لم يكن بهذا المعدل وبهذا الكثافة يعني في السابق كان يعني الناس تشجع متحت وتحت مثل ما قلت إذا في شيء متحت وتحت يعني حتى ما كان فيه تصل إلى مرحلة أنه اعتداءات يعني لأول مرة احنا في السنتين الأخيرة نشوف اعتداءات في المدرجات منشجع هلالي يعتدى عليه في المدرج نصراوي ممكن كانت موجودة خلد بس مش ظاهرة أعلانيا يعني أنا 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 حضرت الآن الجواري يصور لك أي شيء والله ما كانت تحصل احنا للأسف اللي قاعد يصير الآن صحيح كلامك لكن أنا أنا أتكلم عن نفسي شاهد مشجعين يشجعون الهلال جالسين في مدرج النصر وأحيانا نروح مع أصدقائي ونجلس في مدرج المكان أحد يعني يتعامل بهذه الطريقة الآن اللي أصبحنا عدائية يعني بالعكس كانت فيها ضحك ومزاح وبالأشي هذه أيضا الحقيقة يعني ما أقطع الجانب أنه وسائل التواصل الاجتماعي أتحت أنه تكون في منابر لجماهير استطاعتنا تجذب بأسلوب التعصب أو بأسلوب الطرافة في طرح القضايا أو في الأشي هذه أيضا أصبح يعني الإعلام اليوم كل من يملك حساب في تويتر سأصبح إعلاميا صحيح فالمسألة خطيرة إذا لم تضع لها ضوابط ومعايير تحدد الحقيقة من هو الذي يجب أن يعمل في مجال الإعلام الإعلام الرياضي هو من يقود الجمهور الجمهور عندنا ما يأثر يؤثر الجمهور يتأثر وتجد بعض الإعلاميين هي زي الحلقة التي تدور بس من الذي بدأ دوران العجلة والإعلام الرياضي لأنه أنت كإعلامي يترض أنك مؤهل واعي وتحمل مؤهل دراسي فأنت تؤثر في ناشية أغلب جماهير الرياضية متى يبدأ عندهم مرحلة التعصب أو التشجيع أما من مرحلة المتوسطة ثم الثانوية أنت هذه المرحلة لا يمكن أنك تلقي بالمسؤولية على هذا المتلقي الصغير أو هذا المراهق أنت تلعب دور أساسي كإعلامي كيف أنك تضبط نفسك أولا كيف أنك توصل رسالتك إعلامية زي ما قلت لك ما هو عيب أن يكون لك ميول ما هو عيب أن يكون لك فريقك لتشجعه ما هو عيب أنك تصرح بذلك أبدا سواء كمسؤول كإعلامي كمسؤول في كرياضي أي شيء لكن أنك عندما تمارس عملا أو كإعلامي يجب أن تكون مهني كإداري يجب أن تكون محترف وتتحمل أمانة هذا العمل طيب